اهلا بحضراتكم من جديد بالتأكيد كل الناس سمعت عن اللي حصل في جامعة عين شمس والطفرة الطبية الكبيرة اللي اتحققت من خلال فريق طبي متخصص من مستشفىات جامعة عين شمس نجحوا في اجراء اول عملية لزراعة الرئة في مصر بعد شهور كتير من التحضير الجراحة تم اجراءها جوه ثلاثة غرف عمليات بالتوازي مع بعض في نفس الوقت مع حضور مجموعة كبيرة من الاطباء من كافة التخصصات الطبية تفاصيل هذه الجراحة الاولى من نوعها في مصر والحالة واللي تم كواليس الاستعداد لهذه الجراحة هنعرف مع حضراتكم كل الاجابات لهذه الاسئلة النهاردة اللي بنترحها يعني عدل فريق الطبي المشارك في هذه العملية الدقيقة خلونا نرحب دروقتي في الستوديو بدكتور احمد مصطفى واستاذ جراحة الصدر ومدير برنامج زراعة الرئة بالمستشفيات جامعة عين شمس وايضا دكتور عيد الانصاري رئيس وحدة التخدير والرعاية المركزة بزراعة الرئة كلية الطب جامعة عين شم صباح الخير على حضراتكم صباح الخير لكم نورنا وانا فخور ان احنا عندنا في مصر دكترة زي حضراتكم والله يعني دي عملية ما هيش عملية سهلة خالص فان احنا نعملها والحمد لله دي البداية يعني ان شاء الله هنتمرس بقى في العملية وخلاص هتبقى منزبالنا سهلة عايزين نعرف دكتور عحمد كده بداية كواليس المسألة ابتدت ازاي الحالة الجراحة زي استعديته من قبلها بقد ايه ابتدتوا يبقى عندكم القرار ان احنا ممكن نجري هذه العملية احنا اول حاجة صباح الخير ومشكرين على الاستضافة تاني حاجة احنا التحضير لحاجة زي كده بدأ في اكتوبر 2018 اعرضنا على الدكتور محمود المتيني كان عميد كل الطب الجامعة عن شمس وبعد كده هو بقى رئيس جامعة عن شمس دلوقتي الوضع ان احنا عايزين نبتدي البرنامج وفعلا يعني مش عايز اخوض في كلام كتير انما سافرنا اليابان كذا مرة وكذا فريق طبي سافر اليابان وسافر السعودية ويعني جبنا عايزين نقول التريكس الصغيرة بتاعت هذه الجراحة يعني وبدأتنا نستعد في الجامعة عندنا غيرنا البنية التحتية جددنا العمليات جددنا الرعام مركزة جبنا الاجهزة المطلوبة لحاجة زي كده وبدأنا نشوف المرضى كانت اخيرهم صحر 28 سنة الفيوم بنت عندها تلايوف رئوي شديد جدا عندها ارتفاع في ضغط شرن رئوي عالي قوي ضعف في عضة القلب قعد على الاكسجين الى 24 ساعة مفيش حركة خالص منتظر الوفاة فاحنا يعني اعرضنا عليهم يا اما طبعا هتزرع او هتفضل كده هتترك لمصيرها يعني فالزراعة عندنا طبعا شقين يا اما زراعة من متبرع حي او زراعة من متوفدة مرعين متوفدة مرعين ده لسه مش متفاعل في مصر خالص زراعة من متبرع حي وهي الاكثر صعوبة من كل الجراحات لان احنا هنحتاج اتنين متبرعين ولازم يبقوا متوافقين معاها في سلسلة من الفحوصات دقيقة جدا اخدت لها شهرين لوحدها الفحوصات دي وبنشوف مين اللي يقدر يبقى متبرع يمين وشمال واهم حاجة نبقى عندنا دقة جدا ان بيبقاش فيه اي مصالح شخصية في التبرع فتقدم اليها اخويها الاخ والاخ فدي بقى كانت حالة انسانية كبيرة خالص الصراحة والام اعادنا معاها موافقة عندنا اتصال كنا بجامعة كيوتو في اليابان حضرنا الحالة حددنا مين المتبرع الايمن مين المتبرع الايصر اعادنا مع الزملاء في اليابان وتحمسوا للحالة مش احسن حالة نبتدي بها برنامج زي ده حالة تقيلة جدا حالة ممكن تترفض في مناطق كثيرة في العالم الحقيقة ولكن سبحان الله ليه يا ركتر صعبة حالة صعبة جدا يعني حالة فيها موربيديتز او فيها مشاكل صحية كثيرة مش مركزين فقط على مثلا فشل تنفسي هنشيل الرئتين ونحط الرئتين لا ده عندها مشاكل في القلب وعندها مشاكل عدم حركة يعني يعني مضعفات كثيرة مضعفاتها كثيرة نتيجة التلايف اللي عندها فالحقيقة كنا عند بروفاسور ياباني في جامعة كيوتو كان بيساند البرنامج في الاول تحمس انه يجي كمان الجامعة تحملت مصريفه جاه وهو حتى قال لنا انتوا على استعداد كام تام فأنا وقت او مكان ما تحطوني في العمليات انا هشتغل معكم وبالفعل فتحنا طبعا اعدنا مع المتبرعين و اعدنا مع صحر و قلنا لها انت الحل الوحيد اللي كلي للزراعة الاخوة بتاهم الاخوة بتاع بصحر يعني كانوا عندهم شغف شديد جدا لانقاذ اختهم و كانوا يعني ورانا على طول انهم عايزين يزرعوا عظيم برغم ان انا دايما بقول مضاعفات و مشاكل صحية ممكن دا املنا بعد الزراعة بالنسبة طبعا و بنبقى ناس حدة جدا في المواضيع دي انما هم الحقيقة لا مفرد صحيح طيب نتمن يا دكتور عاد الأول على حالة صحر هو حالة صحر الحمد لله رغم صعوبتها الطبية الشديدة نتيجة الاتفاع الشديد في ضغط الشديد الشران الرئوي مضاعف عضلة القلب مع مشاكل تانية عندها هي حاجات تانية في الدم و غيره الا انها الحمد لله الحمد لله اكثر استقرارا بشدة من يوم العملية والايام المباشرة اللي بعدها واحنا ماشيين في البرنامج بتاعنا في الفطام من الاجهزة والادوية اللي بتساعد كل هذه الاشياء الفطام بيتم بطريقة متدرجة و حسب معايير طبية دقيقة جدا لان واحدة من الحاجات المهمة في اضافة اي جراحات متقدمة بشكل عام وبالذات زراعات الاعضاء هي اضافة قدرات طبية تقنية و في الافراد اتنين مع بعض و ده ماشي بشكل جيد جدا في الوقت الحالي لانه الحياة المجموعة الكبيرة حوالي تلتاشر تخصص و حوالي اربعين او خمسة اربعين طبيب كلهم اصلا شطرين في مجالهم الخمسة اربعين طبيب دو كانوا في العمليات دي؟ مش جوه قطر عمليات لكن في الاستداد عندنا اطباء في المعمل و اطباء في التوافق الانسجة عندنا اطباء في التأهيل و العلاج الطبيعي في التغذية كل دول ما بيبانوشجوا قطل عمليات بيشتغلوا بالتواجد لكن طبعا تأثيرهم بيتم في المنتج النهائي اللي هو المريض و المتبرعين الاثنين فهو الحمد لله هي صحة حياتها اكثر استقرارن هي فائقة تماما الحمد لله و احنا ماشيون في بالتشارك التدريجي في التخلص من الدعم بتاع الاجهزة او الادوية لكن الحقيقة اهمني جدا ان انا نركز على نقطة الالتو رحمد و انه اخويها الاثنين الحقيقة احنا بيعتبرهم ابطار ان هما الاثنين مش بس بيحاولوا ينقص اختهم هما الاثنين بيشتغلوا في المعمار يعني بيشتغلوا في حاجة مهنية قوية جدا و احنا حذرناهم الحقيقة الاستاذ طول محمود المتيني قاعد معهم شخصيا عشان يتأكد من ان هو قابل العملية طبعا ان هما فاهمين الخطورة و ان فاهمين كل الناهزة او مره حاليا مفيش هما خرجوا او طب كويسين هما بيكون ايه الخطورة على المتبرع في حالة زي هذه اي عملية اجرحية بشكل عام لها اخطار كويس لكن هنا كمان في خطورة العادية بتاعت النزيف مثلا بتاعت ان لكن مفيش حاجة خاصة بمسألة زراعة الرئة يعني او التبرع لا 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 مباشرة مباشرة لكن احنا نتكلم عن الاخطار العامة هما الكلام كله قابل العملية هما حاليا خرجوا و كويسين مفيش اي مشكلة لكن اعنا قصدي ان هما عندهم يعني هما اسرة مصرية جميلة في الحقيقة فده اللي انا بس اكد عليه عظيم ازاي عملية تمت في ثلاث غرف عمليات منفصلة هو لازم المتلقي بيخش او المريضة بتخش في النص و على الطرفين المتبرعين بيبقى فيه اتصال دايما ما بين التلاث قوض المتبرع بينزل مع المتلقي المتبرع الايمن بينزل مع المتلقي في نفس الوقت كان عندنا طبعا تحدي كبير جدا ان العينة دي هتنام ازاي او هيتم تخديرها ازاي ده يعني الدكتور عادل طبعا اقدر مني في شرح حاجة زي كده انما وانس البروسيس دي حصلت بيتم فتح المريضة في المتلقية والمتبرع في نفس الوقت بتتشال الرئاء المتليفة من المريضة المتبرع بيبقى جاهز بنشيل الفصل بتاعه بنعالجه على حاجة اسمه يعني بنضخ فيه مادة خفزة بنضخ فيه شوية هوا بطريقة معينة بنضحفظ الجرافت يعني والغاية لما يطلب في الاوضم وبعدين بيروح الوقت من دال ده ما بين ما بياخد فصل الرئاء من هنا وبزرعه في الحالة الوقت ده قد ايه؟ اخدت في اليمين حوالي ساعة وربع واخدت في الناحية الشمال حوالي ساعتين وتلت او ساعتين ونص ودول يعني من فوائد الزراع من المتبرع حي ان اسكيميك تايم او ان الدم المقطوع عن الجرافت او الاولاية جدا بالضبط طيب دكتور عيدل هيعيش بفصل واحد كده؟ لا هو الحقيق المتبرع يعني الرئة الواحدة فيها ثلاث فصوص احنا بناخد فصل واحد فصل واحد من رئة اه فصل واحد من رئة واحدة احنا عنديها رئة كاملة ورئة تانية نقصة فصل واحد وبتجدد الخلايا على ما اعتقد ولا مش دايمة؟ لا الرئة غير الكبد الكبد هو اللي بيقدر ينمو تاني مرة اخرى لكن الرئة لا الجزء اللي تشال ده مش هيقدر ينمو الرئة اللي مين فيها ثلاث فصوص اه فالثلاث فصوص دول هيتفضل منهم هيتفضل منهم واحدة تفضل اثنين فبناحية الوظيفية مش هبقى فيه تأثير كبير اطلاقا يعني اطلاقا طيب دكتور احمد عايزين نفاهم الناس صعوبة اجراء عملية زراعة الرئة لانه احنا هنا في مصر بقينا مثلا بنزرع كلها بقينا فترة كبيرة جدا بنجاح كبير جدا الكبد ايضا اما مسألة الرئة مسألة جديدة علينا وصعبة وكانت مستعصى لسنين كتير لحد ما شفنا هذا النجاح الكبير هو طبعا الرئة يعني عضو يعني معرض للهوى ومعرض الميكروبات معرض انه ياخد التهابات بسرعة عضو صعب احسن حاجة ليه هو المتبرع المتوفد دماغيا انما لما احنا ناخد خصوص بيبقى فيه اثنين متبرعين لازم الا في حالات قليلة جدا بناخد من متبرع واحد بس خصوصا في الاطفال ودي حاجة ممكن نعلنها ان احنا ممكن اطفال عندهم تلايف رئوي ناخد فص او جزء من فص من الاب او الام ونزرعه لحين الطفل ده يكبر به اللي ماشي في المجتمع ان طالما اخدت جزء من الرئة من متبرع هيطلع عنده مشاكل في التنفس احنا في كل حتة في الجمهورية دلوقتي بيحصل اصال فصول من الرئة والرئة كاملة حتى طبعا نتيجة وتتعمل الحاجات دي بعد اختبارات معينة بتؤكد ان القدرة التنفسية للمتبرع ستصبح سليمة بنسبة 92% بعد ثلاث شهور هو لن يتأثر بأي حاجة ان شاء الله خلاص لو فيه سيدة تقدر تروح تتجاوز وتخلف بعد كده الراجل ده بيشتغل في المعمار زي ما الدكتور عادل قال هيطلع يمارس عمله وهو عمل مهني قوي بيستخدم فيه عضلاته وتنفسه مفيش مشكلة خالص هتحصل في المتبرع وطالما قلنا القصة دي حتى وهي صعبة فاحنا بنقول ان بدون القصة دي صحر مكانتش هتبقى موجودة فاحنا بنقيس فايدة الجراحة وخطورتها قدام خطورة والوضع الحالي بتاعت المريض انا كان عندي سؤال بس الحالة دي اجابت عليه هل كل مريض عنده تلايف في الرئة او انسداد يقدر يعمل عملية لو ما كانش عنده اي امراض اخرى مزمنة او كده فالصحر اجابت على هذا السؤال لانه عندها كل حاجة زي ما حدثت كلتو عندها مشاكل هو حدثتك فترة التحضير مهمة يعني فيه حاجة احنا بنسميها موانع نهائية او مطلقة وفيه موانع قبل التعديل يعني مثلا لو فيه ارتفاع في ضغط الدم العام فدوت بيقل بالادوية يعني قصدي انها مش بندخل المريض برضو غير فيه احسن صورة ممكنة لان العملية نفسها عملية صعبة كمان الرئة هي رئة مش بتتعمل بس في التنفس لوحدها لا بتتعمل مع القلب وهنا الخطر الحقيقي الانتين دول بهم اللي بيوصلوا الاكسوجين لبقية الجسم فهي دايما امراض الرئة او مصحوبة بمشاكل في القلب على طول فدوت اللي بيخلي المشكلة بتاعتها اكثر معقدة تعقيدا من اي حاجة حتى من الكبد اللي هو برضو معقدة الامانة طيب هي ما سألت بس الصعوبة كانت في الحالة والتدعيات اللي حصلة تدعيات صحية اللي حصلة في الحالة ولا كمان احنا ما كناش نملك الاجهزة المستخدمة في هذه العملية قبل كده وحيك بتقول انه من 2018 وانتو بتحضر طيب اشترينا ايه والا اي مدى الاجهزة دي معقدة وليه ما كناش بنمتلك لازم يبقى فيه ادارة لازم يبقى فيه ادارة بتسند مشروع زي ده ادارة دي كانت متمثلة في رئيس الجامعة دكتور محمود المتيني عميد الكلية دكتور علي الأنور مدير المستشفى مدراء المستشفى دكتور وليد أنور التيم كله الرئاسية الوحدة داخل التيم نفسه والتيم او الورد جروب اللي احنا عملينه هو اصبح خاص بالزرعة يعني كلنا كافة تخصصاتنا يعني بقينا في تيم واحد ده الدعم الاداري مهم جدا علشان يبقوا عارفين احنا هدفنا ايه ويحققوا بقى بالحاجات المطلوبة احنا عملنا واحدة يابانية فعلا جوا عن شمس التخصص الأجهزة كلها اللي كانت موجودة هناك من اين تبتلت تواصل مع الجانب الياباني؟ 2018 آخر 2018 والحقيقة يعني هم ما كانوش معتقدين قوي ان احنا هنقدر نعمل حاجة زي كده وفي الآخر تحمس تماما ويعني معانا يعني شهادات منه الحقيقة في كل مرحلة من مراحل الجراحة سواء بداية الجراحة والتحضير الجراحة نفسها المرحلة التنويمية للعيان التخديرية العيان اللي قام بها دكتور عادل وزولتنا هناك يعني أشاد بها جدا مرحلة الجراحة ومرحلة ما بعد الجراحة الحقيقة الإدارة موقفتناش في اي جهاز احنا عايزين للمونيتورينج او جهاز الارواق الارئوي يعني عملونا كل حاجة الحقيقة وجزيل الشكر له بكل تأكيد دكتور في كواليس تانية كتير يعني فيه قصة العملية استمرت قدية مثلا دكتور رحمة تقريبا 14 ساعة أكيد فيها تفاصيل كتير أول 14 ساعة دي أكيد فيها مواقف أكيد فيها صعوبات أكيد فيها تحديات احنا طبعا نعرف كل الكلام ده يعني لازم نعرفه عشان نعرف السادة المشاهدين قد ايه حجم الإنجاز اللي قامت به جامعة إن شمس لانه ما هوش سهل زي ما حضرتك قلت نحنا لم نكن نمتلك هذه الإمكانيات العنصر البشري كان محتاج تدريب وقدرنا خلال فترة قصيرة جدا نحنا نستعد عشان نعمل عملية بهذا الشكل وتم بنجاح وربنا يتم شفاها على خير يا رب وتخرج بالسلامة عايز أحضرتك عن التخدير وصعوبة التخدير في حالة زي دي وإذا كان فيه فرق في التخدير الحالات في حالة زراعة الرئة عن أي زراعات تانية متعرف عليها طبعا في أي مرض رئة عموما هو إن التخدير أصلا بيدخل الجسم عن طريق الرئة أو جزء كبير من الأدوية بتاعته تاني حاجة إن التخدير بيأثر على وظائف الرئة بيأثر على وظائف التنافس وبقى فيه تنافس صناعي في الوقت أي عملية عموما فالعلاقة هنا علاقة واضحة إن فيه مشكلة لكن مشكلة أكثر تعقيدا لإنه إحنا دلوقتي هنشيل الرئة دي الرئة دي مؤثرة على القلب فيه ارتفاع في ضغط الشران الرئوي كل هذه الأشياء معرض أنه يحصل في بداية التخدير أصلا يعني مش ضعف فشل فشل فيه عضة القلب فصل حد على قلب قد يؤدي إلى الوفاء في البداية أصلا فلابد من اتخاذ احتياطات شديدة ويبقى فيه أكثر من خطة أكثر من سيناريو لأنه فيه استجابات مختلفة ما بين الأفراد حسب درجة المرض وحسب درجة ضغط الشران الرئوي لكن أهم خطوة في الموضوع دوت هي التوقع إن إحنا عارفين إن إحنا ممكن نواجه إيه لأنه عندنا سيناريو ألف وبه وجيم وده اللي كان موجود عندنا وده كان الهدف الأساسي من زارتنا أنا وفريق كبير حقيقة لليابان وفريق آخر للسعودية عشان نشوف إيه الإضافة الحمد لله في مصر بنعمل قلب مفتوح بطريقة عادية وسهلة وما فيهاش مشكلة وكفاءة شديدة لكن دي درجة أعلى شوية كمان فإحنا الحقيقة الحاجات اللي كانت مش موجودة زي أسطرة الشران الرئوي دي إحنا جبناها وإحنا هيكون مستخدمها من زمان وكانت بس مش موجودة فترة وجبناها تاني واستخدمناها وده مهمة جدا عشان نبقى فيه قياس مباشر نضغط الشران الرئوي أثناء بداية التخدير فده جزء التاني إن نبقى مستعدين إن إحنا نركب الجهاز الإكمو أو اللي هو الإرواء القلبي الرئوي اللي مع بعض في أي لحظة حتى قبل العملية نفسها وإحنا نستخدمه أثناء العملية ده أكيد لكن قبل العملية كان ممكن نستخدمه بالنسبة للمرضينا الجميلة يعني الحمد لله محتاجناش وده لأنها كانت علماتها الحيوية استجابت بشكل جيد جداً وبشكل سهب طول فترة البداية للتخدير اللي هي بتاخد لها حوالي ساعة فريق مشترك في التخدير قديم كله سافر اليابان والسعودية ولا في حد سافر ونقل التجربة أو التكنولوجيا المستقدمة كله كان سافر اليابان والسعودية والفريق ده في الغرفة الأساسية اللي هي في النص اللي هي بتاعت المستقبل كان فيه خمس أسادزة هي أسادزة مساعدين وأسادزة وفي الغرفتين التانين كان فيه خمس أخرين يعني كان فيه عشر أسادزة التخدير بيشتغلوا في نفس الوقت في الثلاث قوة بطريقة مستملة وطبعاً لغاية دهية العملية وده صحيح لنا خدنا حوالي 13 أو 14 ساعة دكتور رحمد كواليس 14 ساعة صعوبات 14 ساعة للتقم الطبي اللي كان شغاله وحالة الانسجام والتفاهم ما بين أعضاء الفريق الطبي طبعاً إحنا دخلنا يمكن الساعة 8 الصبح عادنا مع بعض كلنا قبل منخش وعملنا بريفنج يعني عملنا مين هيعمل إيه بالضبط البروفيسور الياباني دخل في المتلقي أسمنا بعض كجراحين مين هيخش المتبرع مين هيوقف المتلقي مين هيوقف المتبرع كم دكتور كم موجود؟ لا يعني كتير جدا يعني في العمليات أعتقد أعتقد فوق 30 وده علشان إحنا أول مرة نجري هذه الجراحة ولا ده المعتاد في مثل هذا نوع من مسألة زراعة الأرقام دي ممكن تقلي لأنه ممكن دكتور يقوم بعملين بعد كده أو ثلاثة إنما إحنا كنا يعني الحقيقة مقسمين الشغل بحيث كل واحد يمعاني his own business يعني لازم يبقى مركز كون مسؤولة عن نقطة معينة حاجة معينة فقط ولا يتقن إلا هي يعني على الباك تيبل مثلا أو لما تطلع الجرافت وتطلع على الرئة وبتاعت المتبرع على الباك تيبل بتتحضر واحد لازم يمسك شفاط واحد لازم يمسك أنبوبة التنفس الصناعي اللي هي حتخش للرئة واحد بيخسل الرئة تخدير بيدي الأكسجين من بره وعامل بيضغط على أو بيتابع سيولة محلول حفظ الرئة فدي الواحدة خمسة ممكن بعد كده يبقوا ثلاثة ممكن أنما شغالين مع الجرافت بس زي ما قلنا نكلم عن صعوبات لـ 14 ساعة طبعا هي صعوبات اللي كانت عندنا ساعات بتبقى مشكلة في المتبرع إن إحنا بنحط أو بنحط بنتعامل مع القلب والرئة في نفس الوقت فبنقطع الشرين الرئوية والأوردة الرئوية من القلب اللي دخل لي الجرافت أو دخل لي الفاص دي بتبقى طبعا لحظة ممكن تبقى خطيرة شوية على المتلقي يعني فلازم تبقى مدروسة كويس ولازم يبقى معمول حساب سيناريو واحد واثنين وثلاثة الحاجات دي بتاخد وقت حاجات دي بتاخد وقت علشان الشرين الرئوية يتقفل كويس الوريد الرئوية يتقفل كويس مجرى الهوى لرئية يتقفل كويس استعداداتنا حتى الأبسط حاجة وهي إن العين ده ما يحسش بألم بعد الجراحة إزاي المتلقية نفس القصة البداية بتاعت التخدير دي اللي واحدها أخذت لها ساعتين ساعتين ونص من الأكشن الفضيئ يعني دماغنا كلنا تمالت أدريناليين تترقب كلمستاني الصراحة كانت لحظات صعبة جدا وإحنا ما نقدرش نفتح متبرع إلا لو المتلقية نامت كويس وطبعا لو حصل أي حاجة في القلب أو وقف القلب مرة واحدة المتلقي والمتبرع مفتوح مشكلة. فلازم الحكاية دي بيبقى فيها بقى تنسيق جامد جدا جدا ما بين كل قوضة والتانية في خطوات معينة في المتلقي في المتلقي المتبرع أو الدكتور اللي قاعد في المتبرع الجراف بيعمل حاجة معينة بحيث انه هو أول لما يشيل الرئيس على طول الجراف يجيله مرة واحدة يتتزرع عشان نقلل وقت العملية نفس القصة لما كنا نزرع الحالة جنب الشمال نسمينا في الجنب الشمال يمكن شاله الرئة بدر شوية. احنا أخذنا وقت في تحضير الرئة الشمال. انما لما جات وتحطت بالعكس كانت أحسن من الرئة اللي مين الحمد لله ومشت كويس نفس القصة التناغم ما بين التلات قوة ده مهم جدا واحنا بنوصل في المتلقي ونوصل الأوردة للقلب والشرايين الرئيس للقلب ونوصل الرئة نفسها للمجاري الهوى يعني بتاخد وقت طويل جدا غرز صغيرة جدا مش عايزين نقطة دم مش عايزين نعيد على غرزة واحدة بعد العملية بعد ما تخلص في حتة مش هنشوفها بعد ما نقفلها يعني بتبقى شغلنا شغلة صعبة يعني صعبة الحقيقة طبعا صعبة لما حد فينا بيعمل حاجة يقوله أنت فاكر نفس الجراح لأنه معروف الجراح دقة طبعا طبعا والحقيقة كمان بعد كده كان الفترة بتاعت ان احنا هل هنقدر نشيل جهاز الارواق اللي هو الايكمو ده بعد العملية اللي خصوصا ده محطوط من من الفتحة الصدرية نفسها محطوط في الشرايين الكبيرة بتاعت الجسم وده طعم بيتم برضو بطريقة ومعايير وكانت استجابتها ساعتها غير مرضية فقلنا هنخليه ده معناه ان احنا هنسيب الفتحة الصدرية ده بقى مكملة فدي طبعا ده بقى تحدي كبيرة جدا فاتحين صدر وحطين فيه أجهزة وطلعين بالرعاية عايزين بقى نتوقف هنا عند النقطة دي نقول الناس ازاي بنتابع الحلق بعد ما تمت الزراعة يعني فيه بقى دكتور عادل فيه فريق برضو تاني مش تاني هو جزء من الفريق اللي كان موجود في الأول لكنه يعني فيه أطباء الصدر وأطباء الرعاية المركزة وأطباء الجراحة التلاتة دول احنا طبعا طبيب الرعاية هو الأساسي موجود جنب المريض وطبعا احنا عندنا يعني مجموعة من المشاكل أول حاجة أنا عندنا الأدوية حتى نتحافظ على الضغط والنبض والعلمات الحيوية بشكل عام والبرفوجين اللي هو الإرواء اللي في الجسم كله وده مختلف حتى عن الضغط يعني بدون دخول في التعقدات بتاعتها لكن احنا جبنا أجهزة لم تستخدم في مصر قبل هذا احنا قدرنا نقيس نسب التشابع والاكسجين في المخ مش تشابع في الجسم بس جوه المخ نفسه ان احنا كان المريض بيتم تهديته لمدة أربع أو خمس تيام فلازم عندنا مراقبة جيدة لوزائف المخ وده حاجة مهمة جدا طبعا مراقبة الجهاز نفسه لأن ده لي جواه مجموعة من المعايير احنا طبعا بنعمل اجتماعين اتنين كاملين في اليوم زي اللي بان بالظبط في الساعة التاسعة صباحا وفي الساعة السابعة مساءا ما بين التلت أقسام دول مع آخرين مع الصيدالة الإتلينيكية دورها مهمة جدا جدا لأن احنا بتغير حسابات الأدوية يعني نفس الأدوية هي بتتاخد بس الساعة ستة مساءا بتتاخد بجرعات مختلفة عن الصبح لأن وظائف الكهرة اتغيرت لأن وظائف الكبد اتغيرت لأن وظائف كذا فأحنا بنتحرك مع المريض بشكل الطباقة بتوع التغذية طباقة العلاج الطبيعي والتأهيل اللي حياة شاركونا من أول حياة من قبل العملية اللي هما بيحسينوا مظافتاتهم الحقيقة كل الناس طبعا هيئة التمريد شغلها ومجهودها غير عادي الكيرلي لكل كانيولا من دول حنا نتكلم في 17 كانيولا رجبة في نفس اللحظة غير الأجهزة كبيرة كمان فالحقيقة الناس كلها نفسها نسحر تراوح بتها بالسلامة ونطمي عليها وإحنا كمان إن شاء الله وكون دفيتنا في صبع الخير يا مصر مشكوركم طبعا شكرا جزيلا شرفنا وجودكم وفخرين بوجودكم طبعا ومجود البرنامج عندنا برنامج زراعة الرعمة وفخرين إنه ده موجود عندنا في مصر فخرين بيكم بكل دكتور وكل ممرد وعضاء هيت تمريد كلهم اللي شاركوا في هذه العملية لأن ده مجهود كبير إن احنا نعمل عملية بهذا الشكل وتاخد 14 ساعة وعملية خطيرة مش عملية سهلة وتخرج والحمد لله صحر تخرج بالسلامة بإذن الله فاته طبعا إنجاز كبير جدا يا صحر يوم تتكلم دلوقتي وتتفاعل مع الناس ويعني أفنى صدرها الحمد لله وإن شاء الله إن شاء الله ربنا على خير بإذن الله تخرج وربناك تبقى الشفاء بنشكركم شكرا جزيلا لكل الفريق الطبي اللي شارك فيها ده العملية ودايما الطبيب المصري معروف بسمعته بقدرته دايما على إنه كمان يطور من نفسه ونواكب كل ما يحدث يعني شيء يدعو للفخر إن احنا النهاردة يكون عندنا في مصر زراعة للرئة شكرا جزيلا لكل فريق طبي خاص بجامعة عن شمس شكرا جزيلا على وجودكم معناتك دكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحة الصدر ومدير برنامج زراعة الرئة بالمستشفيات جامعة عن شمس ودكتور عادل الأنصاري رئيس واحد تقدير والرعاية المركزة بزراعة الرئة كلية الطب جامعة عن شمس